الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتن النساء فطلقوهن لعدتهن وأحسن عدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينا وتلك حدود الله ومن يتعت حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلقن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهد ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا والله يا إسلام للمحيط من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر والله لم يحضن وأولاة الأحمال أدلهم أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أنبه يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاعوهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولاد حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعن لكم فآتوهن أجرقن واعتمعوا بينكم بمعروف وإن تعاسركم فستردع له أخرى لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها سيجعل الله بعد عسر يسرا وكأي من قرية عتت عن أنب ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين أبنوا وعملوا صالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهم يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما أحسن الله